بسم الله الرحمن الرحيم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلماء ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف غلما ولا هضما وكذلك أنزلنا بقرآن العظيم وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا متعالى الله الملك الحف ولا تحجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقوة بزدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدن لك ولزوجك فلا يخرج جمكما من الجنة فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تحرى وأنك لا تضع فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلق وملك لا يبنى فأكلا منها فبتت لهما سوآتهما وطفقا يحصفان عليهم ما من ورق الجنة وعصاء دور ربه فغوا دمجت مابرا وضوف تاب عليه وهدا قال قال اهبطا منها أجني عن بغضكم لبغض عدوهم فإن ما يأينكم من مني هدى فمن انتبع هدايا فأضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحسره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قول كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يأتي لهم كم أهلكنا قبلهم ممن قرون ينشون في مساكنهم إما في ذلك لآياته لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من وبك لكان لزاما وأجل مسمى أصبر على ما يقولون وستفع بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبع وأقراف النهار لعلك توضى وَلَا تَمُدَنَّ عَيْلَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّرْهُمْ وَمَنْ هُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ سِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأَنُّهُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَوْزُقُكُ وَالْعَاقِبَةُ لِلْتَّكُوَى وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِيْنَا بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّهِ أَوَلَنْ تَأْتِهِمْ بَيِّمَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَّا رَسُولًا لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَكْتَبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنَّ بِلَّ وَنَخْزَى قُلْ كُلُّ مُتَرَبِ صُوفَ تَرَبْ صُوفَ سَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيُّ وَمَنِهِ تَكَاءَ ترجمة نانسي قنقر